السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي فيديو جديد واقتراح جديد دائما لقناتي وقناتكم فيروس شعل اليوم جيت نشارك معكم الروز بالخضر ربص الصوصيس هكالي تيجينا لديد بزاف هكالة مجناد العناصر تيجي واحد الاقتراح لديد بزاف كذلك صحي بالنسبة لوليدات صغر المتبغيوش لكم الخضراء فهذا الروز مشبع باداك الماداق ديال هذيك الكفيتة يضفنا لهم الداخل وكذلك هذك الصوصة كما تشوفو فتندمجوهم بها الطريقة او تنحطو هاد طبق بها الطريق دي فرق تياكلوه الدراري الصغار وما تيرفضوه شلينا نهائيا تياكلوه بعين يوم غامضين كيمتلا عارفو انا الوليدات تتعجبوهم الكفتة وتتعجبوهما فادخنا لهم هكال غضيرة مع الروز تيجي واحد طبق كما قلت لكم لي صحي بزاف ما تلقوش صعوبة ان شاء الله مع الوليدات باش يقبلوا لكم تنتمنا ان شاء الله تجربوا الاقتراح وتكتبونا شي تعليق زوين في حقنا نبدأ على بركتي الله اول حاجة نديروا البصلاة تكون قطاعات ارقيق نضيفوا لها القرعة والخيز يكون مقطعين قطاعك او مربعة متوسطة ونضيفوا هنا يا ربيع اللي تكون عندي ربيع تم خالي تقصبر ومعد نز كان عندي جلي تقدروا تخدموا بها كطري لي توفر لكم نضيفوا كذلك ورق الغار او ورق موساء وشوية ديل التومة بالنسبة للتوابيل عندي الخرق من البلدي وشوية ديل سكن جبير تحميره او الملحة وزيت الماء اضم طبيعة الحال نشحروا هاد العناصر فهديك المقيلة فتنشحرهم او تنطيبوهم نص طيبة بعد ما تتبالينا هديك الخضيارة بدتت طيب نص طيبة فنضيفوا لها هاد الجلبانة هادي تت متل شد لناش وقت نهائيا في الطيب وهناي تنكون سلقت الروز فهذاك الروز غلاسي خدمت بالكيميا اللي تتناسبني انا تخدموه بالكيميا اللي تتناسبني انا بغيت انتو ما اللي هكا محتاجينها فانا درت الروز غلاسي سلقتو وخليته على جانب نضيف هديك فهدل اثناء تنكون درت هديك الكفتال هكا التقلات في هديك الزويته ما تنديرش لها تزيد بزب ولكن تنخلى هكا تنقص على ها باش تجيني بحلا اجي هكا محمرة او مقرمشة من على ها وطيبة من الداخل ضروري تنقصوا على ها باش ما تخطفش لكم او ما تتحمرش من الفوق وما تكونش طايبة من الداخل فضروري المهم شاركت معاكم طريقة ديال طيب ديال الكفتال عدة مرات هكا مقلية في الزيت ما تنديروش الزيت بزاف وهنا ديكو الروز ديالي وجد فتنضيف لي هاديك الخضيره اللي نسمناها بهاديك الكفتال او ندمجناها معاديك الكفتال فتجينه لديده بزاف وخصوصا انا ناخد منها هاديك الكفتال بوحده او قليل وحده شدت لنا واحد القرماشة واحد تحميره واحد الوينز وين حتى انضيفها لهاديك الخضره وهناي تنضيفها للك الروز اللي تكون سبق لنا طيبناه كما قلت لكم فتيجي ناشف من اللي ما نعطيتكم عدة مرات العبار ديال الروز فتتخدموا بالضوب للكمية الروز مثلا عندكم جوز ليف فتتديروا اربع ديال زليف ديال اللي ما باش يجيكم ناشف الروز في الاخر ما تيبقاش فيه نهائيا لما تيطيب في الوقت اللي تيطيب الروز تيكون واجد فتي ينشف من اللي ما ما تيبقاش لما ما تتلقاش هذك المشكل ديال انكم تصفيوه فضروري تمشيوا بهذاك العبار اللي اعطيتكم وهناي تنخلطوا هذك الخضيره مع هذك الروز ندمجوه مع بعضياتهم وندوزو هكا نجدو هذك الصوت ديال نعب على عد شكال هذا فهد العويدات ديال هكا ديال الشواف اختياريين تقدروا تديروه بوحدو كما هو هكا في المقلة وهناي ضروري كما الطريقة باش خدمتلك فتا فهي هذي طريقة تنجهدو البوطة تتسخلين هذيك الزيت مزيان نديرو هذك المكوين ديالنا ورجعو نقصو باش يطيب علام هلو ضروري نقصو البوطات بنفس طريقة كما قلت لكم باش نخدمو هذي السوسيتي وباش نخدمو الكفتا باش يجينا محمر من الفوق وكذلك طيب من الداخل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنا نبدأ نوجد ذلك الروز ديالي كما تشوفو نهائي ما فيه ولا نقطة ما قلت لكم ختمت بذلك العبار هذلك هذيك الخضر اللي ضفنا فتتكون ناشفا من الماء وهناي تنضيفو زيت زيتون تنخلعت تلخر تتعطيني هذك المعداق في الخربين تيجي لوغو ديالها بين في الماكلة في الخرب فما تنضيبوهش من الول تتحرق معنا وتتعطينا ماداق مر وندزو نجدو واحد المول في نديرو هذك الروز فانا نشكلو في هذك المول ديال الكيك المول العادي تقدروا تديرو هكا في اي ايناء انتوما التفر لكم او اي شكل اللي بغيتو من الاشكال تقدروا تقدموه بطريقة اللي بغيتو انتوما فانا درسو في هذي المول هكا ديال الكيكا ضروري تضغطوا به هذي طريقة هذي باش يتشكل معاكم او ياخد معاكم هذك الشكل ديال المول ما تجيوش هكا تكبو الروز ويتشتت معاكم وضروري كدلك تديروه هو باقي تخون شوية ما يكونش تخون بزاف وما يكونش بزاف باش يشتلين في هذك المول ويشتلين هذك الشكل ديال وهنا يتندي مول يفوح تبصيل هكا تبصيل ديال تقديم ونديرو هذي صلز ديالنا بالعويدات ديالو الوسط وتيكون هاد هو الطبق النهائي تنتمنى ان شاء الله هاد الاقتراح ديالنا تيجي واحد اللي يخفيف هكا الغداء وفي نفس الوقت ما وشبيع يديد بزاف صحي فيه الخضر وفيه الكفيتة وفيه الصيس اللي تعجب الدراري الصغار فهكا دمجوه اليوم بهالطريقة هيدلو اليوم شوية من هنا يا وشوية من هنا باش يقدروا يقبلوا وهكي الكوهب ارياحية تنتمنى ان شاء الله الى ما كنتوش مشتركين معنا في القناة دعمونا بواحد لايك وباشتراك عندي محتوى قيلة يستهل تشجيع وكتبوا لينا تعليق زوين في حقنا وتنتمنى ان شاء الله الفيديو ديالنا يلقاكم في اتم الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة